افتتحت المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضرة المصرية بالفستاط وتضم هيئة المتحف القومي للحضرة المصرية مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة والتي تقدم العمل في مجال ترميم الأثار وكذلك البحث العلمي في جميع المجالات المختلفة اكتشافات ومفاجآت مبهرة للعديد من الآثار المصرية تخرج للنور لأول مرة تحت عدسات أجهزة المعامل البحثية الجديدة بالمضحف القومي للحضارة والتي تعتبر الأحدث في العالم وتخدم العمل في مجال ترميم الآثار النهاردة إحنا بصدد افتتاح 13 معمل علمي من إجمالي 15 معمل علمي ليه بقول معمل علمي؟ لأن فيه معامل أخرى خاصة بالترميم وليه تم افتتاحها قبل ذلك النهاردة إحنا بنحتفل لأن الدور اللي هيقوم بالمتحف القامل الحضارة المصرية في البحث العلمي هو دور بنرسل برسالة للمجتمع المصري أن دورنا مش مجرد عرض أثار ولا دور للحفاظ على التراث ولكن لدينا دور في البحث العلمي والتحليل إحنا عندنا 240 بعثة أجنبية بتعمل في مصر فيه مشكلة المشكلة أن ما يقدرش ياخدوا عينات خارج مصر فلازم التحليل العلمية العينات تتم داخل مصر فكان بيتم بطريقة أوليالة جدا المعهد الفرنسي إحنا من بداية على فكرة من أول ما أنشأنا هذا المتحف كان في نيتنا يبقى هو مركز بحثي على مستوى عالي الأجهزة اللي موجودة النهاردة في هذا المكان ليس لها مثيل في أي مكان في مصر لأول مرة البعثات الأجنبية والمصرية هتكون قادرة على إرسال العينات عشان نعرف الماتيريال إيه معامل الحمد النووي ووحدة الميكروسكوب وقياس حجم الجزيئات والأشعة السينية وغيرها هي وظائف وكل معمل من المعامل البحثية للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة إحنا هنا في معامل الانشان دين ايه في المتحف قامي الحضارة المصرية بنعمل هنا استخراج للدين ايه من المميوات علشان نقدر نعرف النسب بتاعهم أو نقدر نعرف إذا كان فيه أمراض ورصية إحنا هنا كلنا كمعامل علمية الغرض منه إن إحنا نحمي الأسر إن أنا أوصل أفضل طريقة علمية تساعد زمائلنا في الترميم لعلاج الأسر الموجود عندهم سواء بقى كيميكالية وفيزيكالية وجزء بتاع الميكروبالودي عشان مدرش الأسر اللي عنده بقدر رئيس تركيز العينات سواء في السوائل أو في المواد الصلبة أو بودر تمام؟ بتعرف عليها وبعرف تركيزها بيفيدني في شغل الصبغات يعني أكثر للأسر الصبغات والعلوان وبيفيدني في كل شغل الكيمياء بقى طبعا والبيولوجي برضو بيخدم على شغل البيولوجي للبروتين وكده عندي رينج بقيس فيه هنا من 200 نانوميتر لـ 1100 نانوميتر وإلى جانب لو عندي مادة أنا مش عارف إيه خالص بقدر أعملها سكان في الرينج كامل بيعرفني إيه المواد اللي موجودة وبنسهب تركيزها كامل المعامل الجديدة تساهم في معرفة طبيعة كل أثر والظروف المحيطة به مهما مرت من سنوات ليعود إلى رونقه وشكل الأصلي فضلا عن أنه يؤرخ لحقب زمنية كانت يوما ما غير معلومة إذن هي طفرة كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على تاريخ مصر الفرعوني وحضرتها القديمة والكشف عن أسرار جديدة لحضارة أبهرت العالم بعلم متقدم في مجالات عدة